هذا يقول عندي أخي تارك للصلاة وقد نصحته أنا وأمي وأبي فصلى فترة ثم ترك الصلاة وقال إن الصلاة لم تفعل لي شيئا لأنه لم يجد شغلا كيف أعامله هذا بلاء وابتلاء انصح له وعيد الكرى مرة هذا أمر وكذلك الدعاء له في ظهر الغيب بأن الله يشرح صدره للحق وأن يثبته عليه ثم إذا لم يستجب ولم ينتصح ولم يرجع فمثل هذا تجانبه يجب أن يجانب وإن كان في بلد يقيم شرع الله يشتكى إلى الحاكم الشرعي لينظر في أمره الأمر الثالث هو يريد أن يتاجر يعني يريد أن يصلي حتى يجد شغلا من قال بأن الصلاة تورد العمل ولا توفر لك وظيفة لا علاقة بين هذا وذاك لا علاقة لكن من يتق الله يجعل له ماذا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيصبر ولابد معلوم بارك الله فيك أن جملة من الأمور يسبقها تمحيص أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين لا بد من التمحيص فلا يجوز لا له ولا لغيره أن يربط إقامة طاعة الله بأن يجد وظيفة ولا عملا كمن يأتي الآن يمد يديه إلى أوساخ الناس من الحزبيين كمان يقول يا شيخ السلفين ما أعطوني مثلا أنت تمشي مع السلفين حتى يعطوك أم تمشي مع السلفيين وذا تدين لله بالعقيدة السنية سلفيا دين تتدين لله به أنت تتاجر بهذا العقيدة وتتاجر بهذا المنهج السني والله يعلم ما يبيتون من يتبعه كما قال هرقل عندما سأل أبا سفيان من يتبعه عليه الصلاة والسلام قال أغنياء الناس أم فقراءهم قال هكذا أتبع الأنبياء طيب ماذا نفعل لكن لا يعني بالضرورة أن تسلم أخاك لمن وجد على ماذا بحاجة شديدة من يتيسر له وأمكنه أن يعين جميع إخوان المحتاجين من السنة يفعل وجزاه الله خيرا وهذا من التعاون على البر والتقوى ويعف إخوانه لكن إن لم يفعل تمشي إلى أوساخ الناس احمل حزمة حطب واحتطب خير لك أن تسأل الناس منعوك وأعطوه ترجمة نانسي قنقر